اهلا وسهلا بكم حبائي في حلقة جديدة فيها بنتأمل مع بعض في المسيح في انجيل يوحنى وبنتعلم من حياة الرب ومعجزاته وتعليمه وحواراته مع اليهود ومع كل الناس اللي حواليه امور في غاية الاهمية في حياتنا الروحية نهاردة نشوف في اصحاح عشرة بعض العبارات والتشبيهات اللي رب استخدمها عن ذاته كالراعي الصالح بالمقرنة وبالمفارقة والمبينة مع الانبياء الكذبة اللي كانوا زي الزئاب الخطفة هو بيكلم عن نفسه ان كالراعي الصالح وهو الوحيد الباب اللي بدخل الناس للسماء وليس بأحد غيره الخلاص حباي في الاصحاح ده اصحاح عشرة بنشوف صورة رائعة من صور المسيح كونه الراعي واللي ليس بأحد غيره الخلاص واللي ما فيش غيره الراعي الصالح الراعي الصالح وانا بتشوف الصفة محلاة بقل التعريف اي هو وحده الصالح مش انا راعي صالح لكن انا الراعي الصالح بمعنى الواحد الوحيد وبنعرف في الوقت ده حباقي طريقة رعاية الخراف بتتم بنفس الطريقة هي الخراف في نهاية اليوم تقريبا عند المساء وبعد ما بيطعمها الراعي وبيقودها الى داخل الحظيرة والحظيرة عادة بتكون محاطة بسور او سياج للحماية طبعا وكل الرعاة كانوا بيجمعوا خرافهم من المنطقة ويدخلوها لحظيرة كبيرة بتضم كل الخراف مع بعض في نفس المكان وكل راعي صالح غالبا كان بيبات مع خرافه في الحظيرة علشان تفضل عينه عليهم طول الليل ويتطمنوا الوجود معاهم لما يطلع النهار كان كل راعي بيجي وينادي على خرافه وكان بيعطي كل واحد منهم اسم ولأنهم متعودين طبعا عليه وعلى صوته كانوا بيلبوا نداءه ويجوا عنده ويقودهم مرة تانية للمراعي الخضر اللي مليان عشبه وطعام ومجاري المياه وينبيع عشان ترويهم شايفين الصورة الحلوة أحباي اللي الرب بيشبه نفسه بيها عن أولاده الحقيقيين واللي بيشبههم بالخراف والخروف على فكرة معروفة عنه أنه ضعيف وما بيعرفش يقود نفسه للأماكن الصحيحة ودايما يحتاج للراعي دايما يحتاج للراعي بتاعه عشان يقوده لمكان الطعام والشراب وكمان عشان يوصله للحظيرة بسلام وكمان ينام قريب منه طول الليل عشان يضمن حمايته من الذئاب الخاطفة واللصوص وكمان بنشوف هنا في الأصحاح ده الفرق بين بعض القادة ورجال الدين اللي رب أقامهم على رعايته في الماضي لكن للأسف في البعض منهم عمل لمصلحته كان بيشتغل لمصلحته ماهتمش بالرعية كما يجب في أمثلة سيئة طبعا فيه نماذج رائعة جدا لكن فيه أمثلة ونماذج سيئة زي كل شيء في الدنيا حباقي بيكون يعني فيه شيء صالح وفيه شيء سيء فيه شيء أصلي وفيه شيء مزور الرب بيقدم نفسه كالنموذج الأكمل واللي لازم نتمثل به في كل شيء بيقول كمان كلمة تانية ليه خراف أخرى ومهم كمان ننوه عن عبارة قالها الرب عن الناس من غير اليهود اللي الرب اختارهم عشان يكونوا جزء من رعيته وأهل بيته ودي نقطة في غاية الأهمية عن شمولية إرسالية المسيح لكل العالم هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في المسيحة شمولية الخلاص وإرسالية المسيح آخر نقطة مهمة هنا في الجزئية دي أحباه أحب أشارك بيها اللي وردت فيه الآيات السبعتاشر وطمنتاشر لما بيقول لهذا يحبنه الآب لأني أضع نفسي لأخدها ليس أحد يأخدها من يدي بل أنا أضعها من ذاتي ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخدها بتكلم هنا طبعا المسيح عن موته وعن قيامته والسلطان اللي ليه الكامل اللي ليه في الطريقة والتوقيت اللي ينجز بيها في اتفاق تام مع الآب لتنفيذ خطة الخلاص خلاص العالم لاحظ معي عبارة ليه سلطان أن أضعها واللي بتشير بوضوح فكرة السلطان وعلى طريقة موته وأيضا ليه سلطان أن أخدها اللي بتشير لفكرة قيامته أضعها للموت أخدها يعني أقيمها وكمان عبارة في يدي كأستودع روحي بتتكلم بوضوح عن حقيقة توقيت موته اللي أيضا ليه كل السلطان عليها كلها دي حقيقة في منتهى الأهمية بتوضح لنا من هو المسيح وأنه ليس مجرد إنسان عادي ولا حتى مجرد نبي عظيم ده اللي ليه مطلق السلطان على الحياة وعلى الموت لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد أي في الطبيعة البشرية هذا هو مخلصنا العجيب هذا هو مخلصنا القدير كامل القدرة كامل اللاهوت له كل المجد للأبد بصلم كل قلبي أنك تكون اختبرته ربك وإلهك ومخلصك زي ما أنا وكترين وملايين اختبروا وانتستفادوا بهذه العلاقة وهذا العمل العجيب اللي أنجزه لنا الرب على الصليب والعلاقة الصحيحة اللي أنجزها لنا وردنا لها مع الله الآب ضمان الأبدية وغفران الخطايا وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معاكم في اسم يسوع آمين